خزن وانتواق برج الحوت وما بقاش عنده ثقة في حد. الحالات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز ديرجع. في حالات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز ديرجع خلاص. انتخذت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان تقاط ترابية. في تقاط ترابية زهرت. في حد تعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. بس انا شايفة كرت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك ديزدات من عاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وبتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد غير لما تكون حللت الموقف كويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ 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 يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلى احليلاتك وتوقعاتك بتكون اهو. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف الثاني. علاقات خصل فيها خزلين. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوت تبطي بالسحر. لا يعني بالسرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعد جدا. انت والشريك بتحبوا بعد جدا. آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج التقريبا اللي انا شفتها في في الشهر ده في سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا الربنا في الفترة دي. آآ بتطلوا السحر بالسرق الشرعية. اخراج الصداقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لإبطال السحر. شايفة كمان الكتير من موليد بورج الحوت آآ في عندكو قريب في لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفصلين. يعني في يعني لو المنفصلين هيكون في رجوع. ان شاء الله. وبلقاء عاطفي حلو قوي قوي قوي. آآ بإذن الله يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لاني شايفك يا بورج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلوهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين في عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. يعني فبالتاني هيكون فيه لقاء حلوة جدا. يعني الحنين اللي عند المنفصلين هو من النحيتين. ده يا جماعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه اللي وتقتلوه. آآ 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 فيها تلاقوا حلول. يعني فيها تلاقوا حلول اللي بترجع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع دايما كانت هترجع احسن من ما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معاه حياته. وفي كل الحالات. في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موليد برج الحوت. آآ طيب المنفصلين تاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغك مع الشريك. لاني شايفة في علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان في حب وفي علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاق. في طرف تمع لكلام او سمح لتدخلات. آآ وللاسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الثرف ده آآ يعني شايفة في طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الثرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في تذكيره وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي اللي نتجه تحت بتأثير الضغط ده مش هتكون صحيح. سواء انت او الطرف التاني. مش هتكون صحيحة بلو مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس تانية. انتو سمحت اليوم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس تحيل سليمة. وده طبعا مش عيب. ما انت تكون عايز ترجع العلاقة ساعتك تاني. آآ عايز اطمن مواليد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو فيه كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه عندكم كتير جدا. آآ تواصل عاطفي. آآ وعملي كمان. وعلى فكرة فيه تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك. آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وتركب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بالاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة بالاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة. زي ان احنا نفكر في حل للمشكلة. آآ آآ النزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تختر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مية وفلكيا عندك كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فأنا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على التصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في رجود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن. تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. آآ في منكم عايز صفر. ممكن يتاح لي فرصة صفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي هيحصل صفر ممكن يتاح له فرصة صفر في الفترة دي. شايفة تعب كتير يا برج الخوت. تعب ومعاناة في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء مشاكل او علاقات انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة فيه عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفيا. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة ويعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغيه. في منكم يا برج الحوت الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكم هيكون ومنكم هيكون الطرف الثاني المعروف بالنسبة لك. بس العلاقة بينكم ما كانتش حب. هتتحول لحبه متبادل. آآ لكن في البداية مش هيكون في اعتراف من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص. حد داخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسبة له. وفي هيكون في علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك ومن الطرف التاني. بس مش هتعترف البعض في البداية. آآ برج الحوت يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة آآ من فترة كبيرة انتو تعبنين جدا. كتير منكم حاستين آآ آآ حاستين بدا لحد دلوقتي. يعني حاستين بالسعب ده حد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. آآ او الززبات بتاعتكم بالصلاة والاستغفار وآآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي فيها حاجات كويسة كتير. بس لازم انت تقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة جايله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مثلا ما حصلتش. ففي يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الطاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك. بالصلة وبالاستخفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة او يفيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكان كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كميلا. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او للحاجات الايجابية. يعني تكون عندكم استقبل الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. القراءة انتهت. يا برج الخوت شايفها قراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس ازي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تبطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص. السحر اتبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريب. آآ يعني انا عامليها مع حد. آآ لو جابت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها مش ايه وجزها منفصلين. آآ لو جابت معاها نتيجة. ان شاء الله قريب. هاعلن عنها. آآ هي ايه? هاعلن لكم عنها كلها. بان انتم آآ تكتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبنة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب. وتعملوها انتم كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكوا كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهتمنى التعليقات بتاعيبكم ان شاء الله. آآ شكرا المتابعة برج الحب.